بدأ حميد تقريباً كل سنة بيطلع عشر أصوات جديدة خد عندك أميرة وإسلام ورندا وفارس ومش عارف الشاب عراب والشاب جيلاني من ليبيا ومجموعة إبراهيم عبدالقادر وحسن عبد المجيد كتير عوية مجموعة كبيرة جداً يعني في السنة بينزله حوالي عشر ألبومات فعشر ألبومات يعني في أربع خمس سنين بعمله حوالي بتاعي يجي العشر ألبومات فيه في حوالي تمانين غنو خمسة في تمانية وأربعين يعني في أربع خمس سنين عمله ربعمائة غنوة أربك أربك كل التجارب الأخرى الموجودة السوق كله الشركات كلها بقيت ما بقاش بقى بتاع صونار لا ده صونار ثم الشرق ثم مش عارف أمريكانة ثم بقوا التجار كلهم بيتعامل معاه على أنه هو جوكر هو المكسب سيطر على السويل جداً وعايز أقول لك أنه صورة حميد كانت تنزل على أي ألبوم خلاص خلاص يعني فالمهم ده أصار حفيظة ناس كتير جداً وجه كملت بأنه جه في سنة 92 عمل ألبوم شعبيات سيدي آه 92 92 كسر الدنيا الألبوم عمل أعلى مبيعات في الشرق الأوسط شركة EMI هي اللي كانت الموزع الخارجي على حس هذا الألبوم فاز باستوانة اسمها الاستوانة البلاتينية دي عن المبيعات يعني عن أعلى مبيعات وبعدين طبعاً الخبر كان خبر يعني جلج للدنيا كلها ووزارة الثقافة قالك هنعمل حفلة وحنسلم الاستوانة على اعتبار أنه هو عضو نقابة والنقابة في النهاية يعني تحت عباية وزارة الثقافة يعني النقابات الفنية عموماً تابعة لوزارة الثقافة بشكل أو بآخر فقالك هنعمل حفلة وحنكرمه فتقرر أن تعمله حفلة في الأوبرا عشان يسلموه نستوانة هو في السنة دي ما كانش دفع اشتراك النقابة بس المنصف يقول هم طبعاً هم أصدروا في اليوم ده قرار ووقفوا أربع سنين وبعتوا للوزارة قالوا لها أنه مش عدوا نقابة فاتلاغت الحفلة يا نهر أبيض المنصف اللي حيقرب صح ويقول الحقيق لازم يقول أنه لا يمكن يكون هو ده السبب هو السبب اللي أنا قلته ده أنه هو أربك التجارب الأخرى كلها إلى جانب أنه هو في أغلب شغله وإنت راجل بقى مزيكاتي حتفهم ده أغلب شغله كان بيطلع أغلب الألات من على الكيبورد ويا دوب يستعين باكورديون أو ناي أو عود خلى موسيقيين كتير ما يشتغلون مش كده بس ده يريده حتى كان بينوع في الطابلة مثلاً يجيب المرة سعيد الأرتيست المرة الجاية أحمد عياد لا ده بتسامفل كلها لا ده هو هو يعيني بيحب بروح الفريق فتآلف يعني حصل ألفة بينه وبين سعيد الأرتيست كطابلة خلاص بقى سعيد الأرتيست بقى كل شغله سعيد الأرتيست في الطابلة فاروق محمد حسن الأكورديون إبراهيم كولا الكولا والنهاي مش عارف إيه فهم بقوا أربع خمسة بس اللي بيشتغلوا معاه في السوق فموسيقيين كتير ما بيشتغلوش مطربين كتير ما بيشتغلوش تجارب أخرى لموزقين زي يعني موجودين زي طريق مذكور زي فتح سلامة زي أشرف محروس زي أشرف عبده زي محمد مصطفى ما يعني فين وفين وكان مسيطر على السوق الغنائي فكانوا عايزين بالضبط كده فقال لك يشلوه إلى جانب أنه هم كمان عايز أقولك أنه إعلاميا أنت عارف طبعا الإزاء والتلفزيون مش أي حد يغني ده أنت لازم تروح تعتمد عشان تغني وعايز تلحن لازم تروح تعتمد عشان تلحن مع حميد بقى اللي عايز يغني يغني واللي عايز يلحن يعني مصطفى أمر طلع من تحت إيه حميد ملحن جامد جدا ملحن جدا فأنتر هلال لحن في عيني يعني عيني دي كلمات ولحن أنتر هلال فهم قال لك الله ده الجدع ده يعني بوصل إلى الدنيا كلها بقى اللي عايز يغني يغني من غير اعتماد واللي عايز يلحن يلحن والموسيقيين معدودين اللي بيشتغلوا وموزعين معدودين اللي بيشتغلوا فالنقابة كان نقابة مهنية قالت لك لأ ده يعد بقى شوية ده الجدع ده شوية مهم 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 مهم